بعثة النادي الاهلي ومعها بعثة نادي الزمالك وايضاً بيراميز وسيراميكا كيليوباتر بدأوا فيه الانطلاق نحو الامارات واحد تلوى الاخر والكل مستعد من 20 ل24 اكتوبر بطولة السوبر المصري بطولة كبيرة بطولة مهمة بس يا سيدي الاهلي مصر على الفوز بهذه البطولة لتعويد جماهيره الخسارة بكأس السوبة الافريقية الزمالك لإثبات أن الزمالك لا يفوز ببطولة واحدة ثم يخسر التالية عايز يكسب الاثنين ويرد على المشككين نمرة ثلاثة بيراميز عايز يقول لجماعة خلاص بقى نضغط البطولات بعد كاس مصر محدش هيقف قدامش سيراميكا كليوباترا عامل فيها ايه؟ مستخبي عامل فيها محدش شايفني عامل فيها محدش يتوقعني بس بجد سيراميكا كليوباترا ايضا فريق عاملت لدائمات محترمة جدا وايضا فريق خطير عشان كده متوقع ان احنا نشوف مباريات فيها تنافس رائع جدا وبالمناسبة في ناس كتير تتحدث عن مواجهة الاهل والزمالك في السوبر يعني الاول الاهل هي لعب سيراميكا كليوباترا والزمالك هيواجه بيراميز الناس تخطوا المواجهتين دول اصل الناس تتكلم على هو الاهل لما هيلعب الزمالك هياخد حقه ويكسبه زي ما كسبه في مبارات السوبر الافريكي الزمالك ولا الزمالك هيكرار فوزه على النادي الاهلي وحكايت من النوع ده وكأن بيراميز مش فريق خطير وهو فريق خطير جدا ولا كأن السيراميكا كليوباترا فريق مجتهد ومميز وعنده لعبة مميزة فيش حاجة محسومة خالص خالص اوعى تتخيل انه فيه اي مباراة واي نتيجة في هذه البطولة محسومة النادي الاهلي هيسافر بكرة والزمالك والشيراميكا سافر وبرامة سافر والامور خلاص كله بيستعد في الامارات دلوقتي لمباراة السوبر للمصري الاهلي الحالة المعنوية زي ما أنا فهمت هي حالة معنوية جيدة جد نفس الامر عند الزمالك بطبيعة الحال بعد السوبر الافريكي واكيد عند البيراميز وسيراميكا كليوباترا مباريات بتحكيم مصري المباريات بتحكيم مصري ندعم بقى جماعة عايزين السورة كلها تبقى شكلها حلوة هناك في الامارات اهل حاجة ان الجامهير هتمنى المدرجات في كل المباريات وعايزين حالة تبقى حلوة عايزين سلوك جماهيري جيد سلوك من اللاعبين جيد ادارة تحكمية جيدة الفار هيبقى كويس وكاميرات وكل التفاصيل كل حاجة هتبقى متقفلة حلوة ان شاء الله الامور تمشي كويس متفائل ان شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة